أهلا بكم مشاهدين من جديد حصلت جامعة بيرزيت على جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2018 حيث أولنا عنها عن فوز الجامعة بهذه الجائزة في حفل خاص أحيته مؤسسة ياسر عرفات تزامنا مع الذكرة السنوية الرابع عشر لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات وأيضا تزامنا مع جائزة أخرى معنوية حصلت عليها الجامعة حيث تم تصنيف هذا من أفضل خمسين جامعة عربية وفقا لتصنيف الجامعات العالمية كيو أس المخصصة للمنطقة العربية أهمية هذه الجائزة بالنسبة للجامعة نصدف معنا الأستاذة لبنى عبدالهادي مديرة مكتب العلاقات العامة في جامعة بيرزيت والأستاذ خالد سليم عضو لجنة الترشح لجائزة ياسر عرفات يسعد صباحكم يسعد صباحكم أهلا وسهلا بالبداية خلينا نحكي ماذا يعني الفوز جامعة بيرزيت بهذا اللقب بداية نحن فخورون جدا كجامعة بيرزيت ممثلة بأجسامها المختلفة برئيسها الدكتور عبداللطيف أبو حجلي ورئيس مجلس أمناءها الدكتور حنة ناصر بهذه الجائزة فخورون لأن الجامعة حصلت عليها من مؤسسة ياسر عرفات للإنجاز وهي مؤسسة موجودة ضمن المجتمع الفلسطيني فالجامعة تطمح لفوزها من مؤسسة داخل الوطن أولا يحصل العديد من أعضاء الهيئة الأكاديمية على جوائز والطلبة يحصلون على جوائز إبداعية كبيرة ولكن يوجد أهمية لهذه الجائزة للجامعة كونها من داخل فلسطين فلها نكهة وطنية في عيوني أستاذ خالد كيف جاءت ترشح جامعة بيرزيت لهذه الجائزة؟ صباح الخير مرة أخرى وشكرا على هذه الاستبابة الطيبة قبل بضعة أشهر عندما علمنا ببدء الترشح للحصول على جائزة ياسر عرفات للإنجاز الجائزة أصلا مقسم إلى أربعة فروع أحد هذه الفروع هو فرع الأكاديمية رأينا أن بإمكان جامعة بيرزيت أن تترشح بل وتفوز المشكلة التي واجهتنا أثناء إعداد ملف الترشح كثرة الإنجازات وكثرة التاريخ الممتد من عام 1924 عندما تأسست كمدرسة ابتدائية للبنات في بلدة بيرزيت إلى أن صارت اليوم الجامعة التي تتبوأ موقع متقدم في تقييمات عالمية في الجامعات وبالإضافة طبعا تقييمات محلية هذا الإنجاز الممتد لقرابة مئة عام كانت فكرة حصره بملف صغير من 20 صفحة أمر كثير صعب حاولنا فقط المرور على نقاط سريعة جدا لمحاولة الإلمام بكل شيء ومحاولة جميع معظم الأشياء التي يمكن أن تكون على الأقل في الحقل الأكاديمي رغم أنه نعتقد كمان أن جامعة بيرزيت بالإمكان أن تنافس في باقية الحلوغ الحقول في الجانب المجتمعي في الجانب الوطني ربما حتى أي فرع من أو أي مكون من مكونات بيرزيت قادر على أن يفوز بهذه الجائزة لأثر جامعة بيرزيت ليس فقط أكاديميا لكن أيضا مجتمعيا نعم أستاذة لبناء خلينا نحكي عن أيضا جائزة لكيو أس التي حصلت عليها الجامعة وهي دائما صباقة في الحصول على هذه الجوائز خلينا نحكي عن هذه الجائزة كمان حقيقة الجامعة دائما تنظر أو تقف في ثلاث اتجاهات هي تنظر إلى ماضيها الجامعة هي قصة عريقة بدأت منذ عام 1924 والتصنيفات العالمية التي حصلت عليها ضمن تمييزها الأكاديمي التمييز الأكاديمي الذي اجتمل على برامج أكاديمية واعدة على معايير كبيرة لدى الجامعة منها نسبة الأساذة إلى الطلبة نسبة الاقتباسات البحثية التي اقتتنا الباحثين الجامعة تحفز البحث العلمي وتهيئ الطلبة للبحث العلمي أيضا فأنشأت مستودعا كبيرا للمعلومات الرقمية يدعى فضاء وهو نتاج جميع الباحثين في الجامعة والطلبة أيضا الجامعة تحفز طلبتها على الحصول على جوائز عديدة الجامعة تحفز طلبتها ضمن بيئة جامعية محفزة للثقافة محفزة للإبداع هذه العوامل جميعها وتنظر إلى حاضرها أيضا الجامعة تنظر بفخر كبير إلى حاضرها ضمن برامج أكاديمية مميزة انطلق هذا العام برنامج كلية الفنون والموسيقى وتخصصات كبيرة منها تخصص الموسيقى تخصص الفنون البصرية المعاصرة وتخصص التصميم هذا سيتيح المجال للطلبة للانطلاق إلى مستقبل واعد إن شاء الله هذه البرامج المميزة أهلت الجامعة لتقوم التصنيفات العالمية بانتقائها وتصل إلى مرتبة عالية أكيد إحنا فخرين بهذا الإنجاز الجديد والفوز الجديد لجامعة بيرزيت اللي دائما كما قلنا صباقة في هذه الجواز يعني فيه هناك فيديو روح بيرزيت اللي عرض فيه أثناء الفوز في مؤسسة ياسر عرفات خلينا نشوفه سوا بجزء الفيديو نشجاهز نرجع نشوفه كمان شوي بس نكمل حديثنا أستاذ خالد خلينا نحكي عن جائزة ياسر عرفات للإنجاز كل مرة تعطى يأمل لشخص أو لمؤسسة أو لأي شيء موجود داخل في فلسطين ولكن هناك معيير لاختيار الفائز خلينا نحكي عن هذه المعيير كمان مرة بحكي عن الملف جائزة ياسر عرفات أنت بحاجة لمؤسسة كي ترشحك لا أحد يرشح نفسه للحصول عليها لكن الأثر الذي تحتثه في المجتمع يدفع إحدى المؤسسات التي ترى فيك جديرا بالتقدم لهذه الجائزة بل والفوز فيها ونحن في جامعة بيرزيت ترشحنا من قبل السيد محمد المسروجي مشكورا الذي رأى أن بإمكاننا أن ننافس أو بإمكان الجامعة أن تنافس وتحقق إنجاز معقول الفوز الجامعة لم يكن الفوز الأكاديمي والتقدم الأكاديمي لجامعة بيرزيت هي كل جامعاتنا فيها بركة وخير وكلنا نقدم تخصصات محترمة ومميزة بالعكس التعليم العالي في فلسطين يكمل بعضه وبعضا جامعة بيرزيت فيها 108 تخصصات منها تقريبا 72 في البكالوريوس و38 ماجستير وعند تخصص دكتوراه وعند دبلومات متخصصة أيضا هذا الأثر الأكاديمي أو الدور الأكاديمي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن جو كامل توفر جامعة بيرزيت الذي يمكن أن يعرض الفيديو إذا كان متاح لهجو هذا الهامش من الحرية والانطلاق والقدرة على التفكير خارج الصندوق والقدرة على المرونة والديمقراطية الموجودة حقيقة ليس فقط في مجلس الطلبي مجلس الطلبي أحد تجليات الديمقراطية الموجودة في جامعة بيرزيت والتي ينتظر نتائج انتخاباته المجتمع الفلسطيني بل ربما كل المتابعين للشأن الفلسطيني باعتبارها مقياس ما لتوجه الشارع الفلسطيني الانتخابات في كل أذرع جامعة بيرزيت تدوير المناصب أيضا في كل أذرع جامعة بيرزيت ليس هناك أحد مخلط في جامعة بيرزيت المنصب هو منصب عابر منصب دائم الناس عابرون في هذا المنصب كل يقدموا ما يستطيعوا تقديمه ليكمل البناء الذي بدأ كما قلنا منذ مئة عام تقريبا يعني كما قلنا سيدة لبنة يعني جوائز عديدة حصلت عليها الجامعة ولكن ماذا يعني هذه الجائزة خاصة أنه من مؤسسة ياسر عرفوت هذه الجائزة تعني كثيرا للجامعة ولأجسامها المختلفة ولطلبتها نريد من خريجينا أن يفخروا بإنجازات الجامعة ليست الجائزة بقيمتها المادية لكن قيمتها المعنوية لهذه المؤسسة هذه المؤسسة كما قلت التي تحفز الطلبة على التفكير والتعددية يشعر الطلبة بالحرية ما نقوله عادة بين بعض روح بيرزيت يشعر بالحرية ولكن حرية مشروطة الحرية لها أخلاق يحترم الإختلاف تعلم الجامعة احترام الإختلاف أنا لرأي وأنت لك رأيك ونحترم بعضنا بعضنا هذه الإنجازات بمجموعها وترشحنا عبر ملف لجائزة ياسر عرفوت تكون من أربع أو خمس محاور كان التركيز على التمييز الأكاديمي بالطبع ثم التركيز على علاقتنا بالمجتمع وعلاقتنا بخريجينا خريجونا أينما نذهب نراهم أمامنا يتبوؤون مناصب عالية ويتبوؤون وظائف مختلفة وكل جدير بوظيفته مهما كانت صغيرة هذا يشعرنا بالفخر نحن نفخر ليس بجوائز وإنما نفخر بإنجازاتنا إنجازاتنا ضمن محاور مختلفة لدينا 11 معهدا ومركزا يقدمون خدمات مجتمعية كبيرة للمجتمع جامعة بيرزيت هي أول من أسست مركزا لمحو الأمية علمت الأشخاص في المجتمع محو الأمية حتى قبل قيام التولة يعني هي ساعدت السلطة أو تشاركت مع السلطة بإنشاء مؤسسات فهي كانت لبنة أساسية هذه المؤسسة في إنشاء مجتمع فلسطيني يحوز على الاهتمام اهتمام عالمي واهتمام محلي نعم أستاذ خالد خلينا نحكي كمان عن متحف شهيد ياسر عرفات اللي بيحتوي أيضا على جدارية فيها صور لشخصيات كانت يعني في القضية الفلسطينية وعملت كثير للقضية الفلسطينية سواء على جميع الأصعد وليس فقط على الصعيد السياسي واحدة من هاي الصور كانت لسيدة نبيها ناصر وهي زي ما ذكرنا في البداية أنه جامعة بيرزيت أصلا كانت بالبداية هي مدرسة واللي أسس هاي المدرسة هي سيدة نبيها صحيح خلينا نحكي عنها يا بي الجدارية المذكورة هي على مدخل متحف شهيد ياسر عرفات تحتوي على ستين شخصية فلسطينية أثرت في القضية الفلسطينية إحدى هذه الشخصيات هي السيدة نبيها ناصر التي كان لها الدور الأساسي في إطلاق مدرسة بيرزيت الأساسية للبنات عام 1924 مع ما يعنيه ذلك من اهتمام بالتركيز على هذه الشريحة من المجتمع الفلسطيني بل والعربي أيضا اللي كان تعليم النساء أو التعليم كان مقتصرا على الذكور فكانت بصراحة مبادرة جريئة جدا من هذه السيدة الفاضلة التي أسست هذه المدرسة ورافقتها إلى أن تحولت إلى كلي ثم رأى القائمون على جامعة بيرزيت وهو كما قلت في البداية هو عمل تراكمي بني من عام 1924 وما زال حتى الآن قائما وسيستمر بإذن الله إلى أن تأسست هذه الجامعة أول فوج بكالوريوز دخل عام 1972 وتخرج عام 1976 رغم كل العقبات التي واجهتها الجامعة الجامعة مرت بعقبات هائلة جدا ربما شهدت أكثر من 15 إغلاقا خلال 15 سنة منها إغلاق كان يستمر أشهر طويلة الجامعة لم تكن تقف مكتوفة الأيدي هذا العمل لجأت إلى ما يسمى التعليم الشعبي بدأت تدرس في الجامعة في مقرات مختلفة في مدارس في مؤسسات لم تتوقف يوما عن التدريس وفي أيضا صور شهيرة في لحظات مهمة جدا من إغلاق الجامعة كان المدرسون هم وطلابهم في خارج ساحات الجامعة في صور شهيرة توثق هذه اللحظات هذا لم يكن عملا استعراضيا بقدر ما أنه كان عمل مؤسس على رؤية حقيقية سنعلم سنواصل رسالتنا لن يوقفنا شيء أمام ما نصبه إليه ستلبنا الجامعة هناك تنوع ثقافي وأكاديمي وأيضا تنوع السياسي كيف توازن الجامعة بين كل هذا التنوع؟ هذه وظيفة الجامعة حقيقة كمؤسسة ثقافية أكاديمية لا تعلم البرامج الأكاديمية فقط يوجد لدينا تحفز طلبتها على الإبداع كيف؟ يوجد برنامج منذ عامين على ما أعتقد وهو برنامج مساري يهيئ الطلبة لتعلم قيم ومبادئ جميلة جدا وهي تعلمهم مبادئ المواطنة، القيادة، المناظرة وتبني الشخصية للطلب الجدد قبل دخولهم معترك الجانب النظري من الدراسة هذا البرنامج الذي يصور عن وحدة الإبداع والريادة لدى الجامعة يعلم الطلبة هذه المفاهيم والقيم استناداً لرسالة الجامعة رسالة الجامعة تشتمل على أربع أو خمس مكونات أساسية أولها التميز، ثانيها المواطنة الصالحة أن نخرج مواطنين صالحين هذا مهم جداً لدى الجامعة قيم الاحترام والرأي والتعبدية والديمقراطية المشروطة بالأخلاق وبحسن أساسي سيد لبنا، خلينا نحكي كمان عن جزئية مميزة في جامعة برزيت ونفتخر بها وهي أنها أيضاً هي جامعة الشهداء يعني كما بنحكي خلينا نحكي كمان عن جزئية الوطنية للجامعة وحفاظها على هذا المنحنى لدائماً طلابها خلينا نحكي مش بس أكاديميين ومميزين من الجانب الأكاديمي والجانب الاجتماعي أيضاً هم في الجانب الوطني دائماً موجودين صحيح، الجامعة هي جزء من الوطن وهي لها دور وطني تشترك فيه مع مؤسسات الوطن عند حدوث أي أزمة داخل الوطن وطلبتها أيضاً يمارسون هذا العمل عبر مجلس طلبه نحن الجامعة تتيح المجال لإجراء انتخابات نزيهة سنوياً ويشهد لجامعة برزيت بنزاهة انتخابات مجلس طلبتها وهم يمارسون حقهم الانتخابي بكل شفافية ونزاهة الدور الوطني للجامعة حقيقةً بدأ منذ عشرينيات القرن الماضي عندما أبعد رئيسها وقبل ذلك أيضاً عام 1974 المظاهرات والمسيرات في الحرم القديم وفي الحرم الجديد وإغلاقات الجامعة كما قال زميلي خالد كل الجامعة تتيح لطلبتها للتعبير هذا الدور الوطني وجزء من التعبير نحن جزء من فلسطين عندما تخرجنا في السبعينات أنا تخرجت عام 1977 كنت أنظر إلى جامعة برزيت كأنها الوطن هي الوطن فالطلب يشعرون كذلك أيضاً وهم يمارسون دورهم الوطني ويشاركون بكل الحوادث أو الأحداث التي تجري للوطن وبالتالي الجامعة بإدارتها وبأعضاء هيئة الأكادمية وبأجسامها جميعاً تشارك في الدور الوطني يعني كل هذه الإنجازات لجامعة برزيت نهاية بجائزة ياسر عرفات هذا يضع للجامعة مسئولية أيضاً وتحدي أكبر للاستمرار والحفاظ على هذا التوازن نحكي عن هذه الجزئية التي بعد هذه الجائزة كما قلت لك هناك ثلاثة جاهات ننظر إلى الماضي بفخر ونصنع من عراقة الماضي للمستقبل ننظر إلى الحاضر أيضاً ونرى الإنجازات ونعد للإنجازات تعد الجامعة خطط خمسية وكل عام تراجع خطتها الخمسية للمستقبل أيضاً تعد الجامعة للمستقبل بخطط منظمة لكي تستطيع إضافة برامج جديدة وتخصصات جديدة تفيد الطلبة لمعترك العمل وتخطط أيضاً لكيفية تحييئة طلبة وخريجين لديهم الإبداع والتفوق فالجامعة تعمل دوماً على تجديد خططها السنوية نعم أستاذ خالد قبل ما نشوف الفيديو حابة أسأل سؤال فيما يتعلق بجائزة شهيد ياسر عرفات للإنجاز لهذا العام يعني دائماً أكيد في لجنة التي تختار الفائز بهذه الجائزة هل كان في إنجماع على اختيار رامعة بيرزيت؟ لم نحصل على النتائج التفصيلية حقيقة العمل كان عمل سري خاضع لإشراف مؤسسة ياسر عرفات لكن إحنا أبلغنا يوم الفوز أبلغنا قبل ذلك بيوم بأيام بإعداد فيديو كما طلب من بقية المؤسسات التي وصلت إلى قائمة صغيرة كما علمنا كان الحديث عن ثلاث مؤسسات وصلت إلى لم نحصل على التفاصيل بالحقيقة عن كمية المؤسسات التي تقدمت للحصول على الجائزة لكن ما علمنا أن هناك ثلاث مؤسسات وصلت إلى قائمة صغيرة طلب منها جميعاً أن تكون مهيئة لعلها تكون من الفائزين أو لعلها تكون فائزة في هذه الجائزة فأعددنا هذا الفيديو اللي عملياً لم تذكر فيه أي معلومة الفيديو اللي عرض خلال جائزة ياسر عرفات وهو موجود على موقع جامعة بيرزيت وعلى صفحة جامعة بيرزيت على الفيسبوك هذا الفيديو يعرض ما يمكن أن يلمسه كل من مر بجامعة بيرزيت لا معلومات في هذا الفيديو ليست هناك أرقام من يريد الأرقام يمكنه أن يذهب إلى الصفحة عدد الطلاب 14 ألف طالب الخريجين تقريباً 40 ألف طالب تخرجوا في البكالوريوس هذه المعلومات متاحة عدد البرامج الأكاديمية متاح كل شيء متاح للموقع حاولنا في هذا الفيديو فقط أن نقول لماذا تختلف بيرزيت عن ما سواها من الجامعات ما الذي يميزها ما الذي نراه فيه ليس فقط نحن كموظفين أو من نعمل أو ندرس في هذه الجامعة بل أيضاً كطلاب تخرجنا منها وهذا مما يفرح أننا حيث ولينا وجوهنا هناك طلبة خرجون وأنتم مثال طيب من خليجينا الشاطرين وهيكم كلكم تشتغلوا هذا أمر مفرح جداً بتأكيد بنا نشوف الفيديو اللي اتحدثت عن أستاذ خالد مع بعض نكمل نقاشنا ثمت إحساس يستقبلك على البوابات وتبدأ يومك مقبلاً على الحياة هنا يوجد الكثير لتتعلمه وتعلمه وتعمله نعرف تماماً ما نريد أن نبني عقولنا كي نبني وطننا في قاعة الدرس في الكافيتيريا في الساحات أو الملاعب أو المدرجات أنت في بيئة تؤمن بالحداثة والتنوع والتعددية سياسياً واجتماعياً وثقافياً فبيرزيت تحرس الاختلاف وتنميه على أيدي أساتذة لا يريدون لكم أن تكونوا خريجين فقط وإنما شخصيات قيادية وفي بيئة من الاحترام المتبادل ستخذون تجربة جديدة من التعلم خارج القاعات درس وداخلها درس آخر هنا تسيرون مع الحرية جنباً إلى جنب طلبة ومدرسين في الممرات وفي قاعات المحاضرات هنا يتشارك الكل نغمات الموسيقى والفرح التي تزاحم صوت المعادلات والنظريات في هذا كله أنتم تخضعون معارفكم للنقاش تجربون الشك قبل اليقين والخيال قبل الصورة للمشي بين الكليات نكهة مختلفة وللنقاش داخل القاعات والجدل في الأروقة أثر لا ينسى يطلق الأفكار بلا خوف من رتابة الأكاديميا أو بيروقراطية العمل الإداري في طبيعة خضراء صديقة للبيئة إدارة تشجع المبادرة والإبداع هنا تتعلم السياسة وتمارسها أن تحر في التوجه والترشح والانتخاب هنا تتعلم النقدة قبل الثناء والعطاء قبل الأخذ والإثارة قبل الاستئثار ما كان حلماً بدأ في مبنى صغير كمدرسة صغيرة أصبح اليوم حرماً جامعياً ضخماً تتكون فيه الأفكار وتنمو فيه التفاصيل الصغيرة لترسم مشهداً لحياة متكاملة تساهم في تطوير مجتمع وبناء وطن الأفكار هنا تتقافز بين الساحات والصفوف وتطير من النوافذ إلى كل الفضاء الفلسطيني فبيرزيت تؤمن بواجبها تجاه المجتمع لهذا فعلاقتها معه ومع خرجيها لا تنقطع أبداً بل تقوى عبر المراكز والمعاهد وجمعيات الأصدقاء والخرجين داخل الوطن وخارجه زملائك اليوم أصدقائك غداً ممن ستكتب أسماءهم على ظهر شهادة التخرج تحمل المباني هنا أسماء من سبقوكم على أمل أن تحمل أسماءكم ذات يوم وثمت رسالة راصخة للقادمين أنت منذ بيرزيت غيرك في جامعة بيرزيت أنت تؤثث ركناً دائماً في ذاكرتك تزوده بمشاهد وقصص وأحداث كل يوم هنا تتراكم المعرفة وتفتح القلوب للشمس والمطر للريح والندى في جامعة بيرزيت أنت تهندس روحك وتبني عقلك ووطنك أبدعت أستاذ خالد أبدع في هذا الهي لأنه بدنا نحن نبين زي ما قال أرقام وكذا بدنا نبين حياة طلابية روح الجامعة تبين حياة طلابية للجامعة سواء من كلمات أستاذ خالد سليم وصوت فادي الكاشف وأيضاً من عمل وتصوير مكتب العلاقات العامة في جامعة بيرزيت يعني عن جد أحياتي فينا روح جامعة بيرزيت طلاب في هاي الجامعة فصار أنا نفسي أرجع فيها ندرس كمان مرة طبعاً إن شاء الله أكيد فخورون بجامعة بيرزيت يعني إحنا هلأ طلابها وخرجينها كنا كمان يعني كنت حبّة صحيح كنت حبّة أسأل أستاذ خالد عن هذا الفيديو اللي شفناه مع بعض هو من كلماتك وإنت تكتب في هاي الكلمات شو كنت عم تتخيله هو بس تصحيحاً مش كلماتي لحالي إحنا اللجنة اللي شتغلت على جائزة ياسر عرفات هي لجنة من سبع أو ثمن أشخاص برئاسة الدكتور عزيز شواكي مساعد الرئيس كانت لجنة متناغمة لكل شخص قدم ما يستطيع تقديمه جهد كان كثير عظيم ناس جمعت معلومات ناس اختصرت جهد جماعي حقيقة لم يكن جهداً فردياً لا أحد ينسب هذا العمل كل الجائزة هي جائزة لا ياسر عرفات جائزة ياسر عرفات هنا حصيلة جهد جماعي من كل أركان جامعة بيرزيت حتى هذا النص والنص أنا كتبت نص بداي نص في البداي وصار تعديلات من كل الزملاء من صديقي الأستاذ عماد الأصفر كمان ساهم كثيراً كل أعضاء اللجنة ساهموا في هذا النص التصوير استعنا بمخرج اسمه كرم أبو علي إخراجه هذا الفيديو هو حصيلة عمل كل دائرة العلاقات العامة ولجنة ياسر عرفات حتى استطعنا الخروج بهذا الفيديو كتابت النص بس إذا بتسألين عن النص كمان مرة هذا النص لم يكتب باعتباره وظيفي أنا تبرعت أني أكتب لأنه أنا بحب الجامعة أنا بحب الجامعة طالباً وبحبها ماراً وبحبها زائراً وبحبها موظفاً وبحبها يعني ما شئتم أنا بحب جامعة بيرزيت قبل أن أكون أحد أعضاؤها أنا أؤمن بأنه لجامعة بيرزيت دور كثير عظيم دون تنظير بس حقيقة من يقرأ تاريخ جامعة بيرزيت يكتشف الأثر العظيم الذي كان لها ليس فقط على الأكاديميا وهذا مهم على الحرية وعلى الفكر وعلى تطوير المبادئ وعلى المقاومة الاحتلال اللي اليوم عملياً بحاربنا بأنه بلش يمنع لم يعد يجدد تراخيص أو تصاريح الأساتذ الزائرين من سواء فلسطينيين يحملون جزيات أخرى أو أجانب بجنسياتهم التضييق وصل إلى هذه المرحلة لكن هذا لن يثني أحد في الوطن عملياً عن القيام بدوره هذا وطننا لن نغادره مطلقاً وسنعمل ما استطعنا لنصل إلى مرحلة التحرر إن شاء الله إن شاء الله أكيد بالنهاية جامعة بيرزيت هي مؤسسة وطنية قبل أن تكون أكاديمية رسالة أخيرة بتحب توجهوها في نهاية اللقاء رسالتنا إلى خريجين حقيقة أنتم عماد هذه الجامعة أيها الخريجون أنتم الذين تصنعون المستقبل بعلاقتكم الوثيقة مع جامعتكم أنتم السفراء لجامعة بيرزيت أينما حللتم شكراً لكم وشكراً لدعمكم المستمر ولطلبتنا أيضاً طلبتنا الموجودون حالياً الذين سيصبحوا في خريجين شكراً لكم شكراً لك سيدة لبنى عبدالهادي ودعة العلاقات العامة والأستاذ خالد سليم عضو لجنة الترشيح لجائزة يسر عرفات شكراً لكم شكراً لكم وشكراً لوقتكم مشاهدين بهاك نصلنا لنهاية هذه الفقرة ننتقل لفاصل المكملين ابقوا معنا